ازاي الطلاب يتعاملوا مع هذا الامر؟ ازاي يستغلوا المراجعات الالكترونية؟ طيب في البداية طبعا احنا عاشين عصر نسمين عصر رقمي الاجهزة الرقمية زي ما اصدقائلت زي الكمبيوتر او الايباد او اللابات كلها موجودة في ايدي كل الناس بالذات الاطفال والاجيال الشباب اللي هم الناشئة لدرجة ان هم في الادبات الاجنبية بيميزوا بين جيلين حاجة اسمها المواطنين الرقميين اللي هم اتولدوا مسكين الكمبيوتر وموبايل وتربوا عليه وبين حاجة اسمها المهاجرين الرقميين اللي هم احنا بقى اللي هم ما تولدوش عليه المهاجرين الرقمين ولا اللاجئين الرقميين؟ لا المهاجرين الرقمين المهاجرين الى الرقمنا فبالتالي هنا بدأوا يستخدموا الاجهزة الرقمية وهم اكبار في حياتهم سواء الاجتماعية او التعليمية زي ما احنا شغالين على دلواج يبديد الاجهال كلها دخل برقمنا طيب احنا ما نقدرش نقول زي ما حدرت قولته ودي مقدمة عجبتني جدا اللي انا ما قدرش اقول لن هلجع الى الرقمنة في كل مناحة التعليمية او ارجع الى الورق في كل مناحة التعليمية ماينفعش انا في عصر دلوقتي مازج بين الرقمنة وبين الورق طب الرقمنة لها مميزات والورقية لها مميزات طبعا قبل ما اتكلم اقول اي حاجة هل التعلم الالكتروني ده بينفع مع كل مراحل التعليمية أكيد لا بيبقى فيه مراحل تعليمية بيبقى فيها تعلم الالكتروني أكتر فعليه من مراحل تانية طيب هل الأطفال في مراحل أولم التعليم الكي جي أو سفر أولاد الكي جي مؤهلين ليه التعليم الالكتروني قالوا مواحدا لا هم مؤهلين ليه التعامل مع الكمبيوتر موبايل لانت حيث يكون طبعا مع طفل عنده خمس سنوات يعلمك لايه باتن فتعرفهاش لكن التعليم ده حاجة تانية خالص طيب ليه ما ينفعش اللي أنا أضغى باستخدام راكمانا مع الأطفال في مراحل أولم التعليم مراحل أولم التعليم يتطلب أكتر من التعلم إن الطالب يتطلب إنه يتعلم مهارات حركية يتفاعل أكتر يتفاعل بالضبط أفندي بيطلب دي مهارات حركية فيه مهارات اجتماعية إنه يتفاعل من أعظم ألاقي إنه هو يسمع للمعلم في مراحل تأسيسية الأولى نقطع الكلمات إنه يبقى قدام المعلم ومعلم يخليه كلم وراه اتصال مباشر يعني اتصال مباشر خلي بقى لحضراتك من الخطرة بمكان اللي أنا أخلي الطالب أو الطفل يوعده قدام معلم إلكتروني وخليه يسمع محاضرات وهو لسه متأسيس لكن في مراحل الأعلى مراحل الثانوية أو مراحل الجامعية ويبقى نقول له الإعدادية يبقى نطالب هنا يعمل تعلم إلكتروني ما فيش مشكلة طب إيه مهارات بقى التعلم إلكتروني هنا عايزين برضا نميز من المفهومين في البداية التعليم إلكتروني والتعلم إلكتروني التعليم إلكتروني اللي أنا بقدمه لطلابين مثلا في الجامعة اللي أنا عندي محاضرات أولاين بقدمه محاضرات ديه من خلال مناصات إلكترونية وبين التعلم إلكتروني اللي أنا ببدأ أتعلم مع نفسي معلومات من خلال الشاشات والأجهزة الرقمية طب إيه مهارات زي تعليم إلكتروني أول حاجة إنها بيتح للطالب إنه هو يحصل زي محاضرات قولتو كده على كم كبير من المعلومات في وقت قليل تمام طيب يمكن هنا تعلم التروني يخلي الطالب يتجول في كل أنحاء العالم وهو قاعد في بيته إنه هو المعلومات اللي كان بياخدها نظرية في الكتاب كان بيغل حياة اسمها بحر مثلا الميت بحر متوسط بحر الأحمر جيبال ما عرفش إيه أنا يمكن هنا من خلال تعلم التروني يخليه خش يشوفها يا زي بحرب الفعل يشوف الأحجار بعد الظواهر الطبيعية لو ما ينفعش يعايشها يمكن خليه شوفها زي الزلازل وبركين